اشتركوا في القناة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عظيما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وعاتدنا بالكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم حجورهم وكان الله غفورا رحيما يسأل أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألن الله جهرة فأخذته الصاعقة بغلبهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاق غديغا فبما نقضهم ميتاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم ببتالا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الرن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حبيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حررنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أديما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الشقلات والمؤطون الزكاة والمؤمنون بالله بما اليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصداط معيسى وأيوب بيونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تبليما رسلا مبشرين مبادئين لألا يكون من الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حبيبا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وغنموا لم يكن الله ليغفر لهم وما ليهديهم طريقا إلا طريقا جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عبيما حكيما ومن أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالده ورسله ولا تقولوا ثلاثا إن وتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المصيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستدبر فصيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل وأما الذين استنكفوا واستدبروا فيعذبهم عذابا كذيما ولا يددون لهم من دون الله وذيهم ولا مصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهال من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه شراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها بشه ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فلذكر مثل حو الأنثين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعفود أحلت لكم بهيمة الأنغاب إلا ما يدل عليكم غير نحل الصيد وأن تنحر إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبطغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنال قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعابنوا على البر والتقوات ولا تعابنوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموطوذة والمتردية والنطيحة وما أكل الصبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على الرسل وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فشق اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم أخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضضر في مخصة غيره تجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلبين تعلمونهن مما علمه الله فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه باتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعاب الذين أوطوا الكتاب حل لكم وطعابكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوطوا الكتاب من قبلكم من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متقدي أخداد ومن يكفر بالإيمان فقد حفظ عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فالطهروا وإن كنتم رضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أحد منكم من الغائق يولى مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا قيبا فانسحوا بهجوهكم وإيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وذاك يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا ورمدوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم كوم أن يبسطوا إليكم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكر المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر رقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الشقنات واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزلتموهم وقرضتموهم وقرضتموهم وقرضا حسنا لأكفرم معكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من وتحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد الضل سواء السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم ودعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوحا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعقو عنهم مصرح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نشارا أخذنا بيثاقهم فنسوحا مما ذكروا به فأورينا بينهم العدارة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب تخفون من الكتاب ويعفوه كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانا صبل السلام ويخرجهم من الغلمات إلى النور إلى النور بإذنه ويهديهم إلى شراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأنه ومن في الأرض جميعا وإلاه ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصرى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بجر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسول تقوله ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذا قال انسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبيا واجع لكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وَلَا تَرْطِدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَمْ نَدْخُلَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِمَ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ غَالِمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا يا موسى إنا لم ندخلها أبدا ما دابوا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاصقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاصقين وطلوا عليهم نبى أبني آدم بالحق إذ قربا قوبانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصدي يدي إليك ليأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جذاك الظالمين فطوعت له نفسه قبل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يهاري السوء تاخير قال يا ويلة عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تاخير فأصبح من النادمين من أجل ذلك تطرى على بني صراحي لأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض ذلك لهم فزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتذوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد علمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله أخور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسانعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأخواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواطعه يقولون إن أوتيتم هذا فأخذوه وإن لم تكتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب يكالون للزحد فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروا كشيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالكشط إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلمون الذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشبوا الناس واخشون ولا تشتقوا بآياتهم ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين بالأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجلوح القصاص فمن تصدق به فهو كفارة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آتالهم بعيث بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وبوعغة الهلم التقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وبهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبيع هواءهم ولا تتبيع هواءهم عما جاءك من الحق لقل إن جعلنا منكم شرعة وبنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فيما آتاكم فاستبكوا الخيرات إلى الله مرجعهم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبيع هواءهم واحذرهم أن يفتنوا عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلا أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقعون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا داهرة فعسى الله أن يأتي بالفتح يوأول من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أولئك الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لبع قوحة بطعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يردد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله من قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عبير إنما وديكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الشقرات ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتمنى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هو الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزبا ونعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناتيتم إلى الصلاة اتخذوها هزبا ونعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة عند الله من نعنه الله وغضب عليه واجعل منهم القردد والخنازير وعبد الطارود أولئك شر مكانا وأضبعا سواك السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يزارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصحد لبث ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصحد لبث ما كانوا يسمعون وقالت اليهود يد الله مغلولا وغلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطا لا ليوافق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبوضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أغفعها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أغفعها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل القتاب آمنوا واتقوا لكفر عنهم سياتهم ولأدخلناهم جنات معين ولو أنهم أقاموا التوراة والإنديل وما أنزل إليهم من ربهم لا كلوا منهم فوقهم ومن وتحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساقا يعبرون يا أيها الرسول فلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لا استطر على شيء حتى تقيم الطورات والإنديل حتى تقيم الطورات والإنديل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هاتوا واصقابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ورسلنا إليهم رسلا كلما جاء رسول بما لا تهوى أن وفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعبوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عبوا وصبوا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عبر مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما رئوار مين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمثلن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله أخور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه شطيطا كانا يأكلان الطعاما وغر كيف نبين له بالآيات ثم أرأنا ينفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العميم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على مسان دامود وعيسى بن مريم ذاتك بما عشوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخت الله عليهم وفي العذاب هم خادمون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أجد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيثين وربانا وربانا وأنهم لا يستغفرون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر